السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الجزائر حملة كبرى لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو التي تدعم إسرائيل في الجزائر حملة لقت استجابة كبرى حملة أشاد بيئة التلفزيونات وأشاد بيئة المواطنين وحي على الجهاد ويلا ننصر غزة وقطع المنتجات الإسرائيلية وكتبوا بقى ماش عارف مين ملاك يعني مثلا اسمع مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل تحقق استجابة وسعة في الجزائر حققت الدعوة لمقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم الكيان الصيوني استجابة كبيرة إذ انضم إليها بشكل رسمي أرباب مراكز تجارية كبرى في الجزائر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء وقرر ملاك مراكز تجارية بارزة في مختلف ولايات الجزائر وقف تسويق علامات تجارية لدولة الاحتلال وفق ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية خد بالك وانتبه وأعلن مدير مركز التسويق الحجة فاطمة بولاية أهران ادينا يا حجة نبيل شران مقاطعة جميع المركات الداعمة للكيان الصيوني وقعدوا بقى إيه طنطنات وجابوا بقى بيعين ومعرفش إيه كما ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي لكن ما حد السائل نفسه بما فيهم الصحفي بتاع وكالة الأنباء الإيرانية إيه هي المنتجات اللي قطعتها؟ مكدو؟ بيتزهد؟ كنتاكي؟ ستارباكس؟ ستارباكس اللي قطعكم ستارباكس اللي قطعكم يا جدك ده أم اللي بقطعمكم إيه؟ كوكاكولا وبيبسي فقط لا غير وكوكاكولا وبيبسي مش منتشرة في الجزائر بشكل كبير على فكرة حمودة بوعلم مكتسح ومعرفش أنواع كده كوكاكولا وبيبسي فقط في الجزائر هي المنتجات الأجنبية حتى حليب ميدو مش موجود نيدو الحليب الغبرة مش موجود مفيش الاستيراد مفيش أصلا منتجات ايه؟ ما قلتولناش ما عملتوش زي بقية الدول زي مصر زي المغرب زي غيره القائمة بيتزهد وماكدو كنتاكي كيفسي وغيره غيره 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 وبيبسي وكوكاكولا وشيبسي ده شيبسي ما عندكش مركة شيبسي ما عندكش اللي هي ايه؟ ما عندكش فانو قاطع وسانو اركب عن موجة طب ايه هي؟ انت الدولة الوحيدة اللي محطتش القائمة بالمنتجات اللي تتقاطع لان ما عندكش لستار انت الدولة الوحيدة اللي استار ماكس قاطعها انت اللي للمنتجات قطعتك انت المقاطع شيء عظيم ومع المقاطع واللي قطع على عيني وراسي من فوق انما انت اركبت في الزيتا جي تزيت وتتعفر في القصة ليه؟ انت مالك انت مالك يا قرقوق ده انت الدولة الوحيدة اللي استاربكس هو اللي قطعك يعني كنتاكي وغيره وماكدو وغيره وستاربكس هما اللي قطعينك اصلا لكن اركب في الحدوث اه لا يعني احنا نوعه كده لا مظاهرات لا اغاسة لا اعانة لا بيانات ولا موقف محترم في المؤسسات الدولية ولا حتى نركب في موجة المقاطعة زي المروق يا جدك والمصروة والتوانسة لا اما تجيش برضو المقاطعة ونزلوا بقى ومقاطعة وقد تلاقت الحملة استحسان على مواقع التواصل لازم احسان هما الايه ما هو جزاء الاحسان الا الاحسان الا الاهلا والله يا وديه هو مقاطع الجزائري اصلا وتسأل بقى تلاقي بقى ايه السوشيال ميديا بقى لما يدخل واحد جزائري عنده زرة عقل ودول قلة يعني فيقوله ما جماعة احنا مقاطعين اصلا احنا ما عندناش يقوله لاننا في الاصل منذ القدم ولا اننا صوار يا لا مجاهدين يا جدك احنا من زمان ما بنجيبش المركات دي عشان احنا عارفينهم ليه نجيبهم ويبقوا عندنا ونقطعهم من الاول احنا من الاول احنا لاننا الدولة الوحيدة اللي وعية للقس طب دا ستارباكس فتح محل عندنا والجزائر كله جري عليه عندنا وياريته اصلي دا مضروب اه دا احنا سدناه سدناه في الاخر حملة مضحكة بائسة فيها يركب في اي حاجة لكن برضو حتى لما جي يعمل بطولة في مواقع التواصل الاجتماعي للمقاطعة طلع بائس وضحكه علي الناس الدولة الوحيدة اللي هو المقاطعة قطعتها والله العظيم يا اخي زي ما بحتينا مكدو مفيش عندك ايه بصحة واجهك ركبت في الحملة وراح للحاجة ما عرفش ايه قالت له والمركز التجاري الفلاني ولا للمنتجات رط رط طيب كويس اللي هي ايه ما حطت لناش المنتجات في كل الدول بيعملوا ستيكر كده فيه او بروشور كده فيه كل المنتجات شيبسي اا اومو برسيل اا اولويز اا اا الحاجات المأكلات المطاعم البراندات اا بيحطوها كده دي لا وبيحط البديل بتاعها خد بالك بيحطها ويحط البديل زي ما في مصر في الجزائر لا عملنا معطعة والاقة استجابة كبيرة جدا على مواقع التواصل والحاجة فاطمة قالت لا اقل لي ايه ايه صينا يلا الجزائر الفلسطين طرررط طررط طيب كو عظيم ايه هي بقى المنتجات اللي قطعتها حاجة فاطمة اا قطعنا قطعنا ده انت يا حاجة فاطمة الدولة الوحيدة اللي ستاربكس او اللي قطعت ده المقاطع هي اللي قطعتك يا حاجة طب ايه بقى عندك أولوز بيرت بلاس وهيدن شوردرز والشامبو ده ايه شامبو ده هو ايه الشامبو ده بيتكل في خبزة ولا بيتكل لوحده بيرسيل اريال تايد بكلامنا مفيش أصلا ماكدو كنتاكي بيت زهط وغيره القايمة كبيرة قطعتيهم اه احنا مقطعنهم عشان مفيش أصلا لأننا نحترم المنتج المحلي ولأننا نقاطع منذ القدم ولأننا عارفين من الأول ولن ندعم ولن ندعم دائما بؤسه يعمله بطولة وخسته وعاره يعمله بطولة دعم ميليشيا إرابية وخيانة المسلمين وخيانة الجيران والخاوة وما يربطنا والعمومة والناسب والمصارة يعملها بطولة لا شعوب مقهورة لا احنا شوف اه واخها 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 جنبها لا 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 شعوب المقهورة دائما كل خسة وكل ندالة وكل وضاعة يحط لها يقلوازها يعمل لها جدها يعمل لها كده بطولة كده يفلطجها كده ويركبها في عقل عبدالك فيعمل لها بطولة كل خسة في حياته كل حد الحطات يعملوا احنا وعارين السرقة لا لا احنا الشواكر احنا وعارين احنا نخطف الرزق احنا الجزائر يطول عمره ولده لكي يخطف رزقه ولا ينتظر ان يعطيه احد مقابل كل حاجة يفلسفة ويعمل لها بطولة ويعطي لها غلاف ايا كان والله العظيم فجي في المقاطعة ولقى نفسه هو الوحيد ان كل مقاطع ايه دا وحتى دي مش هنيركب في جدها مقاطع طب انت عندك ايه جدك تقاطع اه قطعنا وروحنا الحاجة فاطمة قالت مقاطع ايه مركز تجاري هو يا جدك مقاطع اقصد في امك قبل ان تتحدث عن المقاطع طالد قبل ان تتحدث عن الحاجة فاطمة طب قطعت حاجة فاطمة ايه ايه المنتجات اللي قطعتها حاجة فاطمة ما تتركز شيء باقس وعبسي للغاية الجزائر قاطعت ضمن حملة المقاطعة لكنها الدولة الوحيدة اللي المقاطعة قطعت اقسم بالله يا ودي ماكدو وغيرو بما فيهم اخيرهم كان ستارباكس هو اللي قطعهم شيء باقس جد لا تخرج قبل ان تقول اسفخص على دي المقاطعة دي الحكاية شوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى